اشتركوا في القناة اصيف المجموعة الأولى الاتحاد يستقبل ويستضيف الألي بنغازي ونع على أرضية ملعب مصراته وأنظار الجماهير الفريقين تتجه سوبها كل الأنظار اليوم تراقب وتتابع هذه المباراة بين المستضيفة الاتحاد والمضيفة الألي بنغازي في مواجهة ستكون نارية بكل تكيد اليوم الصراع ليس على الثلاث نقاط وليس لحساب الجولات نشاهد ونلاحظ إدارة نادي السوحلي في باذرة طيبة تكرم إدارة نادي الاتحاد وإدارة نادي الاهلي بنغازي هذا اليوم هو الوصول إلى النهائي واليوم الختامي والعبور هذا دور نصف النهائي لكاة قوي ومصيري بين أبناء أسام الأحمد وأبناء ناصر الحضير وفي هذه القمة أحمر العاصمة يستضيف أحمر بنغازي على أرضية مصر أحمر عب مصراته نتمنى نشاهد 90 دقيقة حاضرة في الفرجة والمتعة واليتارة والتشويق وانتسود الروح الرياضية لكاة دور الأربعة دور الرباع تتويج بعدما يزل الستار على دور المجموعات نحن اليوم في دور الرباع دور المجموعات ب51 نقطة يستقبل الأهلي بنغازي على أرضية ملعب مصراته وصيف المجموعة الأولى ب53 نقطة لمن ستكون الكلمة إذن دقيقة صمت حداد لروح الفقيد ولعب المنتخب الوطني لكرة القادمة المصغرة أيمن النقريش يدرب فريق الاتحاد الكابتن وسامي الأحمد يسعد محمد الحمروني ويدرب فريق الأهلي بنغازي مدرب خليص سيرت السابق ناصر الحضيري ويسعدوني سخير هدية بتشكيلتين الفريقين لخوض مجرية هذا اللقاء أولى الدقائق قريب جدا من مرمى الحارس مراد لوحيش هذه بطاقة صفراء هذا معاد عيسى مرمن علي يوسف يمرر الكرة باتجاه عبد العاطي العباسي ولكن خطى موجود والحكم يصفر خطى وبطاقة صفراء وخطى قريب جدا من مرمى الحارس مراد لوحيش يأول الكرات عباسي معاد عيسى راوغ من أمام علي يوسف حاول يمرر الكرة باتجاه العباسي الحكم مفتاح العلمي لتنفيذ هذا الخطأ سيكون غازي يمشي المونير يستمرر مرمي عشاني بي أمامنا إبراهيم بودابوس إبراهيم بودابوس أحد الركيز الأساسية أمام الشاتي العرضية أقرب مواطن صبو الكرة وسط الميدان ترجع لي علي يوسف حاول الكرة لي حامد التلباحش يرجع كرة المهاجم إبراهيم أوتار لأبودابوس بودابوس إلى المهاجم يجير يفيونك ما زال وجوه لصالح فريق غازي يمر وما يمرش من أمام مناجي مزرت الكرة مزرت الخور يمشي بودابوس لإبراهيم أوتار ترجع لي علي العامري وجوه لصالح فريق الاتحاد يمشي العامري غطيل العامري لكن الدفاع أقرب يمشي العامري ويباغت العامري لكن أقرب وبكر عقيل مزال وسط الميدان يحاول أقرب غازي العياتي الكرة مزالت لإبراهيم أوتار يحاول الكرة بتجاه فيونك لكن أقرب عبد العزيز الصويعي عبد العزيز من أمام المواجم من الجير يبعد الكرة ترجع لي الصبو المعتصم مزال عيسى مزال يمر وميمرش يمشي مر عيسى مزال هنا التمرير عيسى مزال يقطع الكورة المدافعة هناك صافي كما مفتاح العلمي هذا معاد حاول يمر من أمامه متوسط الميدان محمد فتح أولاً أمس ينجح أهلالي بنغازي في التسجيل أولاً أمامنا دكة بودلا فريق أهلالي بنغازي خطى لصالح فريق قوي على الاستحوات على منتصف الميدان يمشي غاسي العياتي العرضية أقرب معاد والكورة من العامري خارج أرضية الميد واحدة من ربيع أقرب محمد فتح الصراع مزال يمشي ربيع يفتك الكورة الدفاع ترجع أجمالي صالح فريق للي بنغازي فيونغ واحدة اثنين ريع الكورة والخطورة يمشي لاجمة خطيرة عن طريق نيجيري يمشي فيونغ مزال أمامه الصبو حول الكورة وسط الميدان ممكن التزديد مزالت خطيرة الكورة إبراهيم أوتارة ممكن التزديد واحدة واثنين مزالت الكورة خطيرة مزالت يمشي مزال يحاول يباغت مزال ولكن الكورة أكرم الدفاع معاد مزال هجو مزال عيسى ميمرش ميمرش من الصلاة بالدفاع يعني يوسف رايع من أمامه معاد عيسى التدخل والحكم يامر باستمرار اللعبة الانتسار في عشرة ريقات وتعادل وحيد أما في مرحلة الهياب يمشي الكورة خطيرة عن طريق من؟ عن طريق المنير ولكن الكورة خارج رضية الميدان أبو بكر عقيلة موجود والكورة خارج أرضية الميدان ترجع وتعود لركلة مرمى هذا المنير وليس العباسي المنير حاول يمر ويباغت أبو بكر عقيلة لكن الكورة ممكن العرضية مزالة يمشي العرفي مزال العرفي ممناش ترى يمر ما يمرش مزال العرضية والكورة التسديدة والكورة في مرة أولة وثانية وبعدها الدفاع في المرة الأولة مرت على الجميع وفي المرة الثانية الشادي وبعد الكورة خارج رضية الميدان تلبى عبد العاطي ولا حامد أقرب عبد العاطي مزالة الكورة لكن هناك صافرة هناك صافرة من عبدالعاطي العباسي من أمام حامد التلبة في الأقطة الأخيرة يكسب خطأ حامد التلبة حامد التلبة يكسب خطأ من أمام عبدالعاطي العباسي في الأقطة الأخيرة أمامنا مساعد مدرب فريق الألي بنغازي هنا ينسخير مساعد ناصر لحتيري اللي كان مدرب فريق غليص سرت في دور المجموعات إلى نهايتها ولان استلم زمام الأمور لأحمر بنغازي فريق الألي بنغازي في مرحلة التتويت أبراهيم أحاول يمر من أمام ناجد را لكن التغطية الدفاعية ترجع لربيع الشادي ربيع بدي جاء العمري خطير العمري يبشي العمري يستدد العمري يستدد العمري ما تعدع ما تعدع للعامري شوف الكورة شوف الصورة العمري سدد تصدد بقدم ليسرى ما زال يسيطر على مجرية اللي قام ابن نصر الأحدير يعطي التعليمات لكل من لعبيه بودا بوس وابدل العرفي وايضا من فيونغ هل سنرى الشوطاني فيه هذه القوة وهذه الانتفاض الهجومية قبل نهاية مجرية هذا الشوط الأول هل سنرى هدف أم سينتهي الشوط الأول بالتعادل يمشي العباسي أين العرضية العباسي والعرضية والرصية مرت سلامات مرة أخرى في بداية مطلع هذا الشوط الثاني من هذا لقاء بعد نهاية مجرية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون هدف بين الاتحاد وضيفي الآلي بنغازي هنا على أرضية ملعب بصراتة في دور الأربعة رباعي تتويج دور نصف النهاية من سيترشح ومن سيكسب ورقة الريهان بيصافرة الحاكم مفتاح العلمي استرعلي كان بين محمد المنير وكان بين فيونغ يكسب خطأ المهاجم فيونغ بيصافرة من الحاكم مفتاح العلمي من سيكون الانتصار ومن سيخطف ورقة الترشح ومن سيصل لليوم المطلوب واليوم الختامي البدري أو بودبوس من يتف كرة اقتحى محمد فتحي والوجوم زالب و بكر معقيلة البينية والتزديدة والكرة والتزديدة والكرة خارج رضية البيتان عرفي عبدالله يضي عبدالله كان بالامكان أفضل بكتير مما كان عبدالله يعرفي يزدد عبدالله لكن الكرة ضعيفة خارج رضية الميدان رباع التتويج دور نصف النهاية والسيمي فاينل من سيخطف ورقة الترشح من سيعبر للنهاية واليوم الختامي يحاول الكرة لمعاد عيسى معاد ربيع الشادي يمر ربيع يمشي ربيع مازال ربيع يكسب خطأ ربيع ربيع يكسب خطأ ربيع الشادي حاول يمر ويباغ أبو بكر معاقيلة لكن يكسب خطأ بي صافرة حاكم اللقاء فريق الاتحاد كما شار حاكم اللقاء مفتاح العلم إمامنا كابتن الفريق وحارس المرمى يمشي ممكن إنشاء تدفور في هذا اللقاء يمشي غاسي العيات العرضية تصطدم بحاية الصد والكرة خارج رضية الميدان للركل الركنية يمشي المونير محمد العرضية طويلة أين الرصية والكرة والجول جول 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 يريد العودة الآن يمشي المونير بالرأس غازي العياتي غالت 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 مراد دوحيشي خورة بالرأس وغازي العياتي يفتتح النتيجة لصلاح فريق الاتحاد هدف بدور مقابل ستشتعل أكثر وستكون مبارئ أو سيكون الشوط الثاني في باقي الدقائق ناري هذه كورة القول هذه كورة القول حاول الكورة مازالت وسط الميدان طويلة باتجاه من باتجاه ليوسف يحاول مازال الكورة خطيرة ممكن التزديد والتزديد لكن حارس المرمى يسدد غريبة وعجيبة غريبة وعجيبة يسدد لكن حارس المرمى الفرجاني ضيع ما لا يضيع هذا العرفي عبدالله سدد لكن الكورة إمكانية الرجوع كما ذكرنا واردة إمكانية الرجوع واردة أمامنا المدرب ناصر الحذيري وهذه الفرصة الخطيرة الكل ضرنا في المرمى لكن الفرجاني يبعد كورة العرفي خارج رضيث الميدان فرصة حقيقية غريبة وعجيبة كانت من عبدالله العرفي العرفي يخسر الكورة ترجع يمشي الشادي ربيع حاطة الكورة علي العامري يمشي العامري مازال العامري يخسر الكورة مازال العامري مازال كانت من ربيع الشادي باتجاه العامري لكن يخسر الكورة من امام ابو بكر ابو عقيلة يكسب خطب ابو بكر ترجع الكورة الشامخ مازال والحوار مازال والصراع مازال والعرضية ولكن الرصية من طال الفرحات. ترجع كرة ما زالت. ربيع ينطلق ربيع. الشهد يمر علي العامري. مازال العامري. يمر باتجاه المنير. طالت ولكن اقرب مراد لو حيش يحارس المرمى. وكبتن الفريق وبعد الخطورة. ترجع من من المراد باتجاه طلال الفرحات. طلال بالرأس. اقرب الغازي. غازي لزعبية. يمر زعبية. واحدة واثنين. مازال محمد زعبية. يمر من امام علي يوسف اللي ممرش. مازال الحوار زعبية من امام ابو بكر ابو عقيلة. يخسر الكورة. يخسر الكورة. محمد زعبية من امام. ابو بكر ابو عقيلة مر. محمد من اول والتاني. يحاول يمر من امام علي يوسف. يخسر الكورة. ترجع يوسف كارا. يمشي يوسف كارا. الهجمة مازال. حتى لي غازي العياتي. غازي ليمن. غازي ليمن. غازي ليمن. غازي ليمن للزعبية. غازي ليمن للزعبية. يستدد زعبية والكورة خارج رديث الميتال. وفي هذه اللحظات مشاهدنا الكرام يعلن حكم اللقاء ومفتاح العلم يعني ايات مجريات هذا الهادي المباراة وهذا الدور نصف النهاي بفوز فريق الاتحاد بهدف غازي العيادي